مشاهدين الكرام أسدر الله صباحكم بكل خيرين مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بعض التراجع نحو سواحل الشرقية لكن دائما تبقى درجات الحرارة جد مرتفعة إذن أجواء مغشت جزئيا على كافة المناطق الشمالية مع نسبة رطوبة عالية خلال هدي صبيحة على سواحل الوسطى والغربية أجواء شبه رعدية على منطقة الأوراس والهدابة الغربية خلال الظهيرة يبقى صفايا عم كافة شمال الصحراء إلى غاية وسط الصحراء مع أجواء حارة ورعود موسمية بأقصى الجنوب نحو مرتفعات الهوغار والتاسيلي بالنسبة للحرارة التي سجلت خلال ليلة اليوم سجلنا أعلى مقياس بتزيوزو ب33 درجة أما جنوبا أعلى مقياس كان بمنطقة الواحات ووسط الصحراء ب35 درجة وأدنى مقياس بتيندوف ب21 درجة خلال ظهيرة اليوم هناك بعض التراجع على السواحلة الشرقية بولاية عنابة ستقرب 37 درجة هذا على الساحل لكن كلما تجران نحو جنوب الولاية سترتفع لتفوق الأربعين درجة تصل إلى غاية 47 درجة بتزيوزو بالبويرة أيضا 35 درجة بالعاصمة تنخفض نحو وهران لتقارب 31 درجة بينما على المناطق الداخلية والهدابة العليا ستبقى تطروح ما بين 38 إلى غاية 44 درجة يجب أخذ الحيطة والحذر أجواء حارة دائما بشمل الصحراء الواحات إلى غاية وسط الصحراء وأقصى الجنوب فيما ستقرب 39 درجة بمرتفعات الهوغار والتاسيلي البحر خلال يوم الغد سيكون هادئ على سواحلة الوسطى والشرقية قليل الاتراب بسواحل الغربية رياح ضعيفة تماما متغيرة الاتجاهات أحيانا تكون شمالية شرقية على السواحل الغربية بجنوب قارة إفريقيا أمطار رعدية موسمية تبقى تخص أديسا بيبا نايروبي بونغي وأبوجا غائمة جزئيا بأبيجان وأونطنان ناريفو مشمسة على العواسم الأخرى دائما أدنى مقياس بجنوب القارة بكابتاون 16 درجة تقارى ب20 درجة بأديسا بيبا ونايروبي 28 درجة ببونغي وأبيجان وأعلى مقياس بكينشاسا ب30 درجة وقت غروب الشمس على مستوى العاصمة لنهار اليوم سيكون في حدود الساعة السابعة مساء و43 دقيقة أشكركم على حس المتابعة دمتم دائما بصحة وعافية وفي أمان الله